موسيقى ذكر موقع جينسا المتخصص في شؤون العسكرية أن كوريا الجنوبية تستعد لاختبار أداء رادار مصفوفة المسحل الكتروني النشط AESA الخاص بها والمطور محليا والمخصص للطائرة المقاتلة KF21 وقد حدد الأعلان الذي أصدرته إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في البلاد دابا أن اختبار طيران المحلي المقرر أن يبدأ في منتصف مهرس للتحقوق من أداء الرادار ومتابعة ما يمكن إضافته إلى منظومة الرسطة وبحسب البيان فإن الاختبارات سوف تحاول اكتشاف وتصحيح الأخطاء المرتبطة بالتطوير الأولى للنظام عند إضافته على الطائرة المقاتلة والاختبارات ستساعد أيضا على تحسين تطوير البرمجيات ويستمر موقع جينز العسكري بالقول إن القوات الجوية العربية كانت الرائدة من بين طالعة الأسلحات الجوية التي تبنت بحماس تقنية رادار مصفوفة المسح الكتروني النشط أيسا أو إيسكان لجيلها الحديث من المقاتلات هنا يضيف محلل المعهد العسكري بأن المقارنة بين الرادارات الكترونية والرادارات الميكانيكية أو ما يطلق عليه أمس كان ما زالت غير حاسمة لدى العديد من القوات الجوية في المقابل يعتقد البعض أن رادار مصفوفة المسح الكتروني النشط هو الابتكار الوحيد الأكثر أهمية في جيل الجديد من الطائرة المقاتلة حيث ينظر إليها معظم أطقم الطائرات على أنه ضروري وهم مقتنعون وواضحون في تحديد فوائدها ومع ذلك فهناك آخرين يشاركونهم حماسهم فمنذ عام 2012 كان هناك حديث يدور بين أطقم طائرات البحرية الأمريكية سوبرهونت من سربي مقاتلة الهجوم الثامن في أنه في بعض المهام يفضل أن يأخذ طائرة مع رادار تقليدي دى المسح الميكانيكي أمسكان من تراس ANAPG-73 على طائرة مزودة برادار مصفوفة المسح الكتروني النشط ANAPG-79 فهذه الوحدة الجوية تمتلك مزيجا من الطائرة المزودة بنوعين من الرادارات ومنذ فترة ليست بالبعيدة في نوفمبر 2018 صرح طيار ذو خبرة في طائرات القوات الجوية الألمانية تايفون أنه لم يجد نفسه في موقف واحد حيث كان يرغب أو يحتاج إلى المسح الكترونية وصلت الضوء على الأداء الممتاز وقدرة رادار المسح الميكانيكي على مقاتلات اليروفايتر وشدد على أنه يفضل حصول على معدات يوروفيرست للبحث السلبي والرصد المحمولة جوهم بالأشعة تحت الحمراء بيرت IRST التي كانت غائبة عن مقاتلات اليروفايتر الألمانية بدل أن يتم استبدالها برادارات المسح الكتروني الجديدة التي عكفت عليها أغلب الدول الآن كما أنه يفضل أيضا إضافة إلى رادار الحالي كابسولة تضم وحدد ليزر من ترازي اللايتنينج لأعطاء قدرة تحديد بصرية بعيدة المدى سلبية الموجة على النقيد من ذلك يرى بعض طياري سلاح جو الملكي البريطاني الذين لديهم خبرة في العمل فوق سوريا العكس حيث ينظرون إلى رادار أمسكان على أنه قديم وعلى وشك أن يصبح خارج الخدمة لأن رادارات الممسوحة ميكانيكيا تضير ضعفا كبيرا أمام التشويش وأتعاني من عدم القدرة على استغلال الأداء الكبير وقدرات الاعتداد الحديثة بما في ذلك صاروخ جو جو الذي يعمل خارج مدى الرؤية البصرية من ترازي ميتيور مهما كانت الحجاج فلا شك في أن الشرق الأوسط قد تبنى تقنية مصفوفة المسح للكتروني النشط فقد جهز طائرة سلاح جو الإماراتي من ترازي بلوك سيكستي لوكهيد مارتينف سيكستين اي اف ديزورت فالكون بمصفوفة المسح للكتروني النشط راداري نورث رب كرومان اي ان اي بي جي اي تي اي سا عندما تم تسليمه بدءا من الفين وخمسة أما سلاح جو الإماراتي فيعد واحدا من أوائل القوات الجوية التي تشغل مقاتلات مجهزة بمصفوفة المسح للكتروني النشط وتم تجهيز طائرات اففتين اس اي الجديدة في المملكة العربية السعودية ومقاتلات اففتين اسار المحدثة برادار رايثون اي بي جي سكستي ثري في كما جهزت به طائرات الاففتين كيو اي التي طلبتها قطر وتعد طائرات رافالة التي حصلت عليها مصر والتي يتم تسليمها الآن إلى قطر هي أيضا مجهزة برادار مصفوفة المسح للكتروني النشط باستخدام تاليس ار بي اي تو دبل اي وهو اصدار اي سام من ار بي اي تو الاصلي الممسوح ضوئيا بشكل سلبية وتم تجهيز طائرات سوبر هورنت التابعة لسلاح جو الكويت وطائرات اف سكستين في فايتين فالكون اف سكستين في التي طلبتها الكويت حديثا برادار مسح للكتروني على شكل رادار رايثون رايثون اي 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 بي جي سفن دي ناين ورايثون نورثروب جرومان سابر اي 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 بي جي اي تي ثريا السريع القابل للاستخنام على منصات مختلفة وامكانية تطويره لعدد من الاحتياجات منها ادارة اطلاق النهر بالاضافة لذلك من المقرر ان تستقبل الكويت وقطر وربما المملكة العربية السعودية طائرة يورفايتر تايفون المجهزة بجيل القادم من رادار مصفوفة المسح الالكتروني النشط والمزود بخاصية اعادة التموضع الميكانيكي لاعطاء تغطية زهوية واداء افضل فقد تم تصميم رادار كابتر سيد المسح الميكانيكي على مدن طائرات يورفايتر تايفون بهوائي خفيف الوزن ومحركات كبيرة وقوية ومحور قوية مما يسمح بتغيير موضعه بسرعة كبيرة وبدقة كبيرة ويمكن ان يتداخل نمط البحث مع دوائر الاسترجاع لاختيار الاهداف ذات الاولوية العالية بدلا من الوقوع في نمط مسح نقاطي ثابت مثل العديد من رادارات المسح التقليدية ميكانيكيا ادعى البعض نكابتر سيد هو رادار ممسح ميكانيكيا الاكثر تقدما الاكثر قدرة في العالم وعلى هذا النحو قد يقدم بعض المزايا على بعض رادارات المسح الالكترونية القديمة والاصغر فعندما تم تصميم طائرة تايفون اعتقدت شركة يورو ريدر ان رادار مصفوفة المسح الالكتروني النشط لم يكن جاهزا حقا ولكن تقنية التردد الراديوية رأفة تجارية ستجعله خيار ترقية اقل تكلفة واكثر كفاءة او كرادار جديد لطائرات الانتاج المتأخرة تستخدم طائرات المقاتلة المجهزة برادار المسح الميكانيكي هوائيا متحركا يتم تغيير موضعه ميكانيكيا من اجل توجيه جعاع الرادار ويتطلب ذلك اليهة معقدة وقوية لتحريك الهوائي بسرعة وبدقة احيانا تحت قوة التسارع العالية لطائرة تنتج رادارة المسح الميكانيكي التقليدية حزمة رادار واحدة وتعمل عادة على ترددات ثابتة غالبا بترددات محدودة نسبيا لا توجد قدرة على العمل في وقت واحد في كل من وضعي جوجو وجو أردى تستخدم رادارة مصفوفة المسح الالكتروني النشط أيضا جهاز ارسال استقبال واحد مما يجعلها عرضة لعدم الموثوقية مع عدد من نقاط الفشل الفردية في المصفوفة الرادارية فالرادار يتشكل من مجموعات رادارية صغيرة على لوحة واحدة أول مقاتلة في الخدمة تستخدم مصفوفة المسح الالكتروني النشط هي ميكويان ميك تيرتي وان فوكس هاوت الروزية لكن الرادار الزاسلون الخاص بها استخدم مصفوفة المسح الالكتروني السلبي بيسا والمعروف أيضا باسم المصفوفة الطورية السلبية يحتوي هذا الرادار على جهاز ارسال واحد لكنهم اتصلون بهوائي ثابت به عناصر هوائية متعاددة أو وحدات ارسال واستقبال تيار أم واسمح ذلك بتوجيه حزمة الرادار الالكترونيا عن طريق إزاحات الطورة باستخدام اختلافات التوقيت بين الإشارات من كل عنصر لتشكيل حزمة الرادار وتوجيهها دون الحاجة إلى تحريك صفيف الهوائي فعليا كان الرادار مصفوفة المسح الالكتروني السلبي بيسا قادرا على مسح مساحة أكبر بكثير من الرادار التقليلي الممسوح ميكانيكيا وكان قادرا على توليد عدة حزم مما يسمح بدرجة من تعدد المهام في وقت واحد تم انتاج عدد من رادارات مصفوفة المسح الالكتروني السلبي للمقاتلات بما في ذلك اير بيس ان او ثري فايف لطائرة سيخوي ثرتي فايف بي ام ورادار اندبل اي بي انزيرو الالفن ام بارس لطائرة سيخوي ثرتي ام كي اي ورادار تالس لطائرة داسو رفالة أظر رادار ار بي اي تو على وجه الخصوص قدرة رائعة على العمل في أوضاع جوجو وجو أرض في وقت واحد وكان قادرا على الاستغناء عن المحركات الهايدروليكية الثقيلة والمعقدة التي تتطلبها الرادارات الممسوحات ميكانيكيا مع ما يترتب على ذلك من قابلية الخدمة ومزايا الموثوقية والمساحة والوزن لكن رادارات مصفوفة المسح الالكتروني السلبي جاءت مع عيوب كبيرة ايضا فعذي رادارات بقدرة نطاق متواطعة ومع وجود جهاز ارسال واحد لكل المصفوفات يمثل نقطة فشل واحدة محتملة وكبيرة مقارنة برادارات ايسا مثلا التي فيها مستقبلات ومرسلات متعددة تدار الالكترونيا وكانت العديد من التطبيقات ايضا ثقيلة وعرضة لمشاكل تبريد ولهذا الاسباب ينظر الى رادار مصفوفة المسح الالكتروني السلبي اليوم على انها تمثل طريقا مسدودا تكنولوجيا كان اول رادار على متن مقاتلة يستخدم تقنية مصفوفة المسح الالكتروني النشط ايسا هو ميتسو بيشي اي بي جي وان الذي تم تركيبه على المقاتلة التكتكية المحلية صون اف تو والتي دخلت الخدمة التشغيلية في عام الفين قبل خمس سنوات من تركيبه على متن المقاتلات الامريكية اف توانتي تو واف سكستين اي واف تعمل مصفوفات رادار المسح الالكتروني النشط الولية الى ان تكون اثقل من المصفوفات المستوية المكافئة الممسوحة ميكانيكيا وتتطلب انظمة التشغيل الخاصة بها مزيدا من التبريد والطاقة الكهربائية ومع ذلك ادى عدم وجود اجزاء متحركة الى تحسين الموثوقية بشكل كبير وخفض تكاليف الملكية في حين كان الاداء والمزايا التشغيلية قوية تستخدم معظم رادارات المسح الالكتروني النشط هوائيا ثابتا يتكون من مصفوفة من عدة وحدات ارسال استقبال ذات الحالة الصلبة ويعمل كل منها بفعالية كهوائي فردي قادر على توليد واشعاء اشارة مستقلة خاصة به وينتج نبضات على ترددات مختلفة وينتج حزما متعددة في وقت متزامن تعمل هذه الوحدات في لوحة الرادار بطاقة منخفضة نسبيا مما يغني عن الحاجة الى مصدر طاقة كبيرة للجهد ولأن كل وحدة تعمل بشكل مستقل فان فشل وحدة ارسال استقبال واحدة لن يكون له تأثير كبير على الاداء الكلي للنظام وحتى فشل عدد من الوحدة النمطية لن تمنع الرادار من العمل ولكنها ستؤدي الى تدهور خفيف في الاداء يمكن تقسيم صفيف هوائي المسهل الالكتروني النشط الى صفائح فرعية قادرة على تشكيل حزم نشاعية تكيفية بما في ذلك توليد حزم مستقلة متعددة قد يتم تغيير موجات وترددات هذه الحزم مما يسمح للرادار بدعم اوضاع رادار متعددة في وقت واحد بما في ذلك رسم خرائط الشعاع الحقيقية ورسم خرائط رادار ذي الفتحة الاصطناعية SAR ومسح سطح البحر وتتبع الاهداف البرية المتحركة ورصد الاهداف الجوية وتتبعها يمكن تشكيل هذه الوضاع المتعددة في وقت واحد تقريبا مما يوافر تحسنا كبيرا في القدرة القتالية مقارنة برادارة المسح الميكانيكي القديمة هذا يعني انه في طائرة مقاتلة ذات مقعدين مثل بوهينغ F-18F سوبرهورنت يمكن ان يقوم الطيار الموجود في قمرة القيادة الامامية بمهمة جوجو بينما يقوم الضابط انظمة الاسلحة في قمرة القيادة الخلفية بمحاكمة هجوم جو ارض مع دعم الرادار لكليهما عادة ما يقوم الرادار المسح للكتروني النشط باجراء مسح ضوئي من النوع النقطي او المقاطع المتفرقة باستخدام حزمة رفيعة مما يعطي فصا رئيسيا اضيق واكثر استطالة من الرادار النموذجي الممسوح ميكانيكيا ونظرا لانه يمكنه اجراء المسح بمعدل عال جدا يمكنه انتاج المزيد من القوة الصورية في هذا الفص أو مجال رؤية المجزة الاكثر كفاءة مع تقليل وقت الاستجابة ويتم تقليل وقت الاستجابة بين الارسال والاستقبال بشكل اكبر لانه يمكن تحديث المسار دون الحاجة الى انتظار المسح التالي للحوائية بدلا من ذلك يمكن لرادار المسح الالكتروني الناشط تحديد الاولويات والمسح حول الاكتشاف الاول او الهجومة وبناء معلومات المسار التتبعي للهدف كما انه يعطي مسارا عالي جودة في النطاق البعيد المدى نظرا لشكل الحزمة مما يوفر صورة دقيقة بدرجة كافية لدعم الطائرات المرافقة ومشاركتها بصورة الاستهداف عبر روابط البيانات ومن الممكن تثبيت حزمة واحدة او يمكن ابقاؤها تشير الى هدف بشكل مستمر بدلا من العودة الى هذا الهدف مع كل مسح نقاطي جديد بينما تقوم حزم اخر بالمسح في مكان اخر ويؤدي الحفاظ على الحزمة ثابتة اثناء الاستهداف لتحسين الدقة ويسمح بتتبع اهدف متعددة بشكل مستمر او تتبع الاهدف المنفصلة مكانيا دون اي تدهور في الادها وباستخدام رادار المسحل الكتروني النشط الذي يستخدم حزما متعددة ليست هناك حاجة للاعتماد على حزمة واحدة مما يمسح عدة صور لخرائط رادارية في وقت واحد او حتى استخدام الشعاع الموجيه الفردي لترجمات وتصحيح مسح الخرائط الاخرى وبتحديث عالي الكثافة عند تحديد الهدف عادة ما يغير رادار المسحل الكتروني النشط تردده مع كل نبضة بشكل عام باستخدام تسلسل عشوائي مما يجعل من الصعب استشويش عليه فالاستخدام المتزامن للترددات المتعددة يجعل الحياة اكثر صعوبة بالنسبة لمستقبلات التحذير برادار وانظمة المراقبة الكترونية يمكن لرادار المسحل الكتروني النشط ايضا نشر انبعاثات اشارتها عبر نطاق اوسع من الترددات مما يجعل اكتجافها اكثر صعوبة عبر ضوضاء الخلفية فحقيقة ان رادار المسحل الكتروني النشط لا يحتوي على تردد تكرار النبضة الثابتة يجعله رادار اهتمالية اعتراض منخفضة واكثر شبحية من الرادارات المقاتلة التقليدية يمكن لرادار المسحل الكتروني النشط ايضا استخدام ادارة القدرة التكيفية حيث لا يستخدم طاقة ارسال اكثر مما هو مطلوب للحصول على المعلومات المطلوبة لكل هدف فردية مما يؤدي الى مزيد من الانخفاض في احتمال اعتراض اشارات رادار من قبل قوى معادية ويمكن ايضا استخدام هوائيات المسحل الكتروني النشط لانشائره بطبيانات ذا نطاق ترددي عال بين طائرات الانظمة الاخرى وتوفر رادارة المسحل الكتروني النشط المتقدمة قدرة هجوم الكتروني مفيدة فالعديد من رادارات المسحل الكتروني النشط الحالية اخف وزنا من الطرز القديمة وهي اكثر قدرة على العمل مع انظمة الطاقة والتبريد على متن طائراته وبعض هذه الانظمة من الممكن اضافتها ورفعها بسهولة كبيرة ومع ذلك فان معظمها يتطلب بعض زيادة في التبريد وقدرة توليد طاقة الكهربائية وغالبا ما يتطلب بعض التعزيز لجسم الطائرة الامامية تمثل احدث رادارات المسحل الكتروني النشط شيئا من الخليط اضافة معيد تحديد موضع ميكانيكي لمجموعات مسحن الكتروني تقليدية يؤدي هذا الى زيادة زاوية نظر الرادار من حوالي موجب سالب 60 درجة على كل جانب من الخط المركزي الى اكبر من 90 درجة يسمح هذا للمقاتلة بالابتعاد او الدوران بقوة اكبر بعد اطلاق صاروخ خارج المدى البصري بفي اهرة مما يجعلها اقل عرضة للصاريخ المعادية مع الاستمرار في تقديم تحديثات منتصف المسار للصاروخ الذي تم اطلاقه واستنادا لهذه التكنولوجيا تم تزويد طائرة ساب جي اس 39 اي برادار ريفن اس05 من شركة ليونادو ورادار كابتر اي الخاص بشركة نفسها لطائرة يوروفايتر تايفون يقال ان الصين تعمل على تطوير رادار المسحل الكتروني النشط باستخدام جهاز اعادة تحديد موقع مماثل او ما يطلق عليه ريبوزيشنر اما روسيا فهي تتخلف عن الغرب في تكنولوجيا المسحل الكتروني النشط لكنها تطور رادارات المسحل الكتروني للطائرة سيخوي السوف 57 الجديدة وميك 35 قد تتضمن رادارات المسحل الكتروني النشط المستقبلية مصفات توافقية اضافة لزيادة التغطية الزاوية وقد تم اخذ هذه الروائيات في الاعتبار للطائرة السوف 57 ورفال من بين انواع اخرى وطورت شركة ليوناردو رادارا اوسبري للمراقبة والذي يستخدم ما يصل الى اربع مصفات مطابقة ثابتة لتوفير تغطية تي سيم تصل الى 360 درجة لمجموعة من المنصر ذات الاجنحات الثابتة والطائرات العامدية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة